بسم الله الرحمن الرحيم قد يذكر البائع في البيع المبلغ الذي تكلفه تحمله ومقدار ربحه فهذا بيع مرابحة يقول أنا اشتريت هذا الشيء بعشرة أبيعه لك بأحد عشر هذا مرابحة قد يذكر وضيعة تنقيصا في الذي تكلفه يقول اشتريته بعشرة أبيعك إياه بتسعة هذه مواضعة يعبر عن هذا البيع ببيع المواضعة قد يبيعه بنفس السعر الذي تحمله ويذكر ذلك يقول اشتريته بعشرة وأبيعك إياه بعشرة هذا يسمى بيع التولية وقد لا يذكر ما تحمله هو يقول أبيعك هذا الشيء بعشرة من دون أن يذكر ما تكلفه هو وهو الغالب في البيوع ويعبر عنه بالمساومة ثم قد يكون الثمن والمثمن حالين نقد يقول أبيعك هذا الشيء الآن بدينار بالفعل هذا بيع حال وقد يكون المثمن يعني البضاعة تكون حالة والثمن مؤجلة فهذا يسمى النسيئة يقول أبيعك هذه السيارة بالأقساط تدفع أو أقساطها على مدى ثلاث سنين مثلا هذا البيع يسمى بيعاً نسيئة وقد ينأكس الحال يكون الثمن فعلياً حالاً والمثمن والمثمن مؤجلة وهذا يسمى بيع السلم يقول له أشتري منك بضاعة كذائية ويفترض أن تكون كلية لا شيئاً خارجياً عشرة أطنان من الشيء الفلاني أي شيء إن كان يقول لا بأس الآن تعطيني الثمن والبضاعة تأتيك بعد شهرين يجوز نعم يجوز هذا يسمى بيع السلم وهو الذي يكون الثمن فيه فعلياً والمثمن نقول البضاعة البضاعة مؤجلة والثمن فعلي بيع السلم وذاك الأول اللي البضاعة فعلياً والثمن مؤجل قلنا نسيئة ويسمى السلف هذا السلم وذاك سلف طيب هذه الأقسام مرت أكثرها مر الآن الكلام بهذا القسم الأخير السلم حيث يكون الثمن حالاً نقداً والمثمن البضاعة تكون مؤجلة يجوز نعم يجوز ولابد من توفر أدة أمور حتى يكون هذا البيع صحيحة واحد لابد أن تكون الكمية معينة معينة يعني ما يصير يقول مثلاً أنت الآن أعطيني المبلغ وأنا أجيب لك كمية من البضاعة الفلانية زين شكثر الكمية كم هي يقول مو معلوم الآن خمس أطنان ستة أطنان ما يصير لازم لابد أن تتعين ولابد من تعيين نوعية البضاعة يعني ممكن تكون مرددة يقول أنا أريد مثلاً إما مثلاً رز أو قمح هذا يقول زين أنت أعطيني مئة دينار وإن شاء الله بعد شهرين أنا أنا أعطيك طن مثلاً إما أرز أو قمح مردد لا يصح لابد من تعيين نوعية البضاعة والكم مو يقول طن بين طن إلى طن وربع مثلاً أسعار تغير من المتعبون المتعبون أشوف كم صار سعر ومتعبون في أكبر السؤال ممكن أن الأسعار تتغير لو قال الآن أنت أعطني مثلاً مئة دينار وحين التسليم إذا كان السعر قد ارتفع مثلاً أخذ الزيادة لا يصح هذا البيع باطل هذا السعر الذي يتفق عليه الآن زاد نقص هو ذاك يعني استلم مئة يسلم الكمية الطن لو صار سعر الطن بذاك الوقت ألف دينار يسلم لو صار خمس دنانير هذا هو هذا عقد وهذا الشيء الذي يباع لابد أن تذكر صفاته مواصفاته يعني يقول له مثلاً هو نفس المثال اللي نجيبه أرز أو حديد أو خشب مثلاً هذه أشكال فيها نوع جيد نوع رديء عطور يقول له مثلاً أجيب لك كذا تولة من الأطر مئة تولة زين عطر شنو العطور أشكال هناك ورد هناك عمبر ميسك عود ما يصير يقول عطروا بس لابد أن يعين زين قال عود العود ليس صنفاً واحدة هناك مثلاً عطر عود ممكن التولة مالتب عشر دنانير أو عطر عود التولة مالتب خمسمائة دينار تختلف اختلافاً فاحشة لابد من التعيين أي نوع هو الطعوم تختلف الصفات الألوان كل شيء يؤثر في السعر لابد أن يذكر المدة متى يسلم البضاعة لابد أن تتعين يقول له مثلاً بعد شهرين ما يصير يقول من شهرين إلى شهرين وعشر تيام إذا هالشكل صارت مرددة البيع باطل السؤال لو قال الآن ندفع جزءاً من المبلغ وعندما تعطيني البضاعة أعطيك الجزء الآخر يمكن نعم يمكن هذا أيضاً جائز زين لابد أن تعين المدة بشكل مضبوط لا يحتمل الزيادة ولا النقصان ما يصير يقول ما يخالف حدود شهرين حدود شهرين ما يصير ماكو حدود شهرين تقلل تقول شهرين إلى يوم تتفقون شهرين إلا يوم أو شهرين ويوم ماكو فيها حدود شهرين بالضبط يتعين الوقت أحياناً يصير مبهم يقول زين الآن الحجاج رايحين إن شاء الله أول طيارة توصل من الحجاج أعطيك زين أول طيارة ما يندر متى توصل يمكن يوم 12 دي الحجة يمكن 13 ما يندر ما يصح يذكرون الشكل أمثلة عند الحصاد يوم يقومون يحصدون القمح مثلاً الحصاد متى يكون عند الدياس يوم يقومون يدوسون على القمح حتى يطلعوا من كشورة مثلاً هالشكل الأمور لا تصح لابد من تعيين المدة وهذا شيء عقلائي أصن اليوم الدول هالشكل تتعامل تشوفون يتفقون مع الشركات كذا على أن يبنون لهم مثلاً مستشفى يبنون مثلاً يسوون أي مشروع يحطون لوحة مكتوب مدة المشروع مثلاً 1337 يوماً هالشكل يعينوه بالأيام وعقوا بهالفترة يقومون يحاسبوه لهذا المقاول كل يوم يغرموه مبلغاً من المال يقولوا أنت تأخرت على كل يوم هو المفروض هالشكل لابد أن يتعين الوقت تماماً ثم لابد أن يكون قادراً على تسليم الشيء في الوقت المحدد إذا فرضنا هذا الشيء غير مقدور عليه بعض الأشياء قد إلها موسم معين الكمأة 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 الفقاع ما شئته فسميه الفطر هذه لها وقت معين لها وقت معين يقولون وصل الفقاع بالسوق نزل مثلاً زين يقول له بعد شهرين أسلمك طن من الكمأة إذا بذاك الوقت هو وقت نزول هذا الشيء إلى الأسواق يعني وجد يوجد عادة يصير أما لو فرضنا هذا مو وقته يقول له زين تمنين تجيب بعد شهرين هذا ما يجي هذا بعد أربعة شهر وقته يقول له نشوف نشوف شي يصير هالكلام ما يمشي لابد أن يكون الشيء ممكن التحصيل في وقته أو هذا الشخص يكون قادر حتى لو فرض كان الشيء نادر الحصول صعوبة يحصل بس هذا عنده قدرة يقول له أنت معلك أنا بعد شهرين أجيب لك هالبضاعة عندي أماكن معينة وأقدر أحصل منها هذا الشيء إذا وجد كل هذه الشروط تعينت المدة وكان قادرا على التسليم والبضاعة عينت تماما كل هالأمور تتعين حينئذ يسمى هذا بيع السلم يعني الثمن يكون نقدي والبضاعة تكون مؤجلة إلى وقتها زين صار الوقت أمكنه أن يسلم البضاعة وسلم فهو المطلوب فرضنا ما قدر ما حصل يقول له ما حصلت شي يصير ما حصلت خلاص هذا يحق له المشتري أن يفسخ العقد زين لو ذاك قال عمي أصبر شوي علي أصبر كم يوم إن شاء الله أحصل إذا يحب هذا يصبر المشتري يجوز له لو فرضنا قال لا ما أصبر إحنا متفقيين هاليوم تسلمني ما تسلم أنا أفسخ يحق له ذلك فرضنا جاب له نصف البضاعة قال له هذا النص قدرت أدبره الباقي ما قدرت يحق له هذا المشتري أن يقبل هالنصف ويفسخ في النصف الثاني ويحق له أن يفسخ البيعة بأجمعها يقول أشيلها أنا قايل لك تجيب لي طن أنت جايب نصف طن لا أريده شيله رجع لي فلوسي يحق له خيار تبعض الصفقة حتى لو فرضنا ذاك يقول أنا أش أسوي أنا عاجز إيه عاجز إحنا ما نكلفك ما لا تطيق لكن بالنتيجة ما وفيت بالعقد حتى لو كان عدم الوفاء بسبب العجز فيحق لهذا الطرف أن يفسخ هذه صار الآن كم قسم صار عندنا من البيع مرة اثنين هم نقدي الثمن والمثمن مرة البضاعة نقدا تسلم والثمن على أقساط مرة بالعكس الثمن فعلي والبضاعة مؤجلة ممكن اثنين هم يكونان مؤجلين اثنين يقول له أنا محتاج البضاعة الفلانية ذاك الطرف يقول له خلص أنا بعد شهرين أجيب الكياها وين فلوسي يقول له فلوسك يوم اللي تجيبها يوم اللي تجيب البضاعة تستلم فلوسك الثمن مؤجل والبضاعة مؤجلة يجوز هذا هذا أيضا جائز ما في إشكال قد تجي شبهة هنا أليس هذا من بيع الدين بالدين هناك مسألة قائلين الفقهاء بيع الكالئ بالكالئ باطل شنو يعني كالئ بكالئ قالوا يعني بيع الدين بالدين هذا يحتاج لتفسير بيع الدين بالدين بس شوية في تفصيل إن شاء الله في الليلة المقبلة أشرحه وصلى الله وعلى الله اشتركوا في القناة